اهلا وسهل اهلا وسهل اهلا وسهل اهلا وسهل اهلا وسهل ايه حضرتك عامل ايه اهلا بيك ده ايه النور ده ده نور يا خيق قلت ما بتسأل شو بتجاه اسألانها ياه ده كلام ولا اقدر برضي وسط الكل مقدش استغنى عنك ابدا ربنا يا خليك ولاحنا كمان بس انت عارفة بايا ان الفترة اللي فاتت دي كنا في مشاكل فضيعة والله يا شيخة ومالك علي يا مين أنا ما كنت بدخل بيتنا إلا بعد نص الليل ربنا عينك ومقدار المجهود اللي أنت فيه بس أنت أداة ودود ده أنت مفيد بيه على سننا وروح بسم الله ما شاء الله ها إيه الأخبار مش كله تمام بصي بقى ساتة الكل كل حساس دي بتاعت محلات كايداهم أنا متباحة بنفسي أظن بقى ما فيش أي مشكلة طبعا ده رجالة بتوعك أيمين بالواجب وزيادة طبعا بحسك ربنا يخليك لينا هم أقدروا يعملوا حاجة من غير إذنك الله يخليك ويبركلك ها أخبار لقصات حنا فيها بيسلم عليك بس أنا كنت جايالك في حاجة مش عارفة بقى تعملها لي ولا تكسفني فيها دي لا أكسفك ده كلام ده لعيشت ولا كنت ده أنت تؤمريني ربنا يخليك ما يمرش عليك يا عدو في واحد عندنا في الحدة اسمه عدى والناشف فتح فرن هناك عندنا آه الحقيقة يعني مش واخد بالي منه قوي مالو يعني مالو لا لابد أنها سرات لدم تدبقني كده فتطلع والنزلش تخلي في اللازرق يعني فكنت حاوزك تورصه أرصى من أرصاتك الحلوة كده من ودنه عشان يخف الحملة عننا شوية أورصه من ودنه ازاي يعني يعني تأخر له حسة الديق شوية شويتين ثلاثة أربعة خمسة من أرصاتك الحلوة دي انت هدقوا الدود بس كده يا سلام ده أنت تؤمريني غالي يا ست وطلب رخيص ده أنا هلعبولك على الشناكل ده أنا خليه يقولي حق برقابتي لحد ما يتعدل معاك ويعرف أن الله حق يا رب ني خليك ليه لأني أتحاربش منك أبدا يقدر الكريم الله يخليك ها قلتيني اسموي بقى اسمو عدوي إنش خلي يا معلم تفلح الشر إيه أنت تعبان ولا حاجة معلم لا يا بدل راح تستيلي بحصاتي فتحت الديق من التوميين قالولي مفيش مفيش إزاي نعارف قالوا فيه أزمة في الديق وعد عليهم كمان أسبوعين الله الله طب وبعدين والعمل إحنا ما عندناش ديق كافة أسبوع واحد العمل عمل ربنا بقى تفتكر يا معلم إن الموضوع ده مقصود؟ أكيد إنه فوت على زبايل اللي عندهم مفران وسألتهم كل واحد أخذ حصيته مش معنانة يعني والله يا معلم أنا أحس إن الموضوع ده في إنا أنا كمان حاسس نفسي الأحساس اللي أنت حاسه بقى فهد أنا متعيق لي كده إنه ورا الحركة دي اللي اسمعك أيديهم هذه الستة دي مش نها تسيبني أبدا في حالي طب ما تروح لها يا معلم إن شاء الله حتى تشتري منها الدقيق بس سايسها كده أخذها بالليل أستاذ قال إن أنا أروح لحد عندها أنا ما أعمل إيه بقى أروح أشوف ميتها إيه يلا نشوف شغلنا يا حلال حلال المعلم عدو يا معلمة أهلا وسأل مرحب يا مرحب السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا معلم عدو رجي تفضلك خير إن شاء الله استغفر الله العظيم مش باين إنه خير يا معلمة ليه بس كفال الشر وفيه النهار ده رحت التموين علشان أقبض حصتي في الدقيق قالوا لي ملاكش الله إزاي ملاكش وعملوا معك كده لإيه والله ما أنا عارف يا معلمة عشان كده أنا جيت لك دلوقت أسألك إذا كان عندي دقيق ما أنتش عايزاه أنا مستعد أشتريه وبالتمن اللي تؤمريني بإيه ولا يهامك يا معلم عيني دي قبل عيني دي ده إحنا أولاد حتة واحدة وزاي ما بيقولوا المليان يكب حلفاتي تعيش يا معلمة بس أنا ليه طالب صغير عندك تؤمريني البيت اللي اسمعها صافي ملا عايزك تترضى من عندك ملا يا معلمة اللي بينك وبين البيت دي ليه ما يكون بينك وبينها طهر بالظبط طهر اي داعو أو يكون أنت عاملاً ملعوب بتاع دي ده عشان تلود راعي وتخلينا ترود البيت الله ودك ذاتي أنا عايز أقف جنبك وسعبك خلاص يا معلمة مفيش دقيق ومطرع ما تحط راسك أبقى حط رجلك بعلمة كده برضا يا معلمة ومالو بس يكون في علمك عجو الناشف عمر دراعه ما يتلوي والفرن بتاعي ده أنا لو قفلته بالضبة والمبتاح أنت عارفة كويسة وإن ربنا ستره علي هعيش طول عمري مش محتاج لماليم اشباعي بالضيئ بتاعك معلمة معلمة والصبر الصبر طيب الجدع ده شكله كده مش نوع يجيبها البر اسبك منه أنا أعرف إزاي يجيبه تحت رجلي يا راكع ويقول لي في عرضك يا معلمة يا معلمة ده رجل نوع أزرق أزرق ولا بنفسيجي على نفسه برضو نحرّص منه سيبك منه يا حليمه أنا اللي فهمك ويسقوي وحيات مقاصيسي دي ولا ما تبقاش على المعلمة كايداه لا جيبه تحت رجليه وخليه قول لي سماح يا معلمة مؤد يا فعلا ايه يا معلمة؟ عملت ايه مع المعلمة كايداه؟ عوزه بالله ستة شرانية خلاص ملكة الكون بتتحكم في خلق الله ما رجيتش برضو تدينا ديه؟ أول ما روحت إيلها فرا شكل البحر طحينا وأهلان يا معلم ومنور يا معلم وإحنا جران يا معلم كلامي إياه اللي لا يجيب ولا يودي بعدين في الآخر قالتني أعلّف ضميرها قالت هي يا معلمة؟ قالت اللي قالت وبقى ماما مش مهمة قالت ايه؟ أنا هعرف أتصرف معا أحلفك بالغالي عندك تقول لي قالت ايه؟ أكيد قالت حاجة عليها بس انت مش عايز تقول لي عشان ما تضيقنيش حاكم أنا بقيت مضحة وسماها ماليش عارف يا صافية ايه اللي بينك وبين الولية دي؟ ولا حاجة يا معلم قديك شايف من ساعة ما جاءت الحتة وحصلت المشكلة إياها دي وروحت استسمحتها وأنا في حالي وكافية خيري شري وماليش دعوة بيها هي أصلاح حاسة من ساعة ما صافية أنا يشتخلت معانا هنا . Oracle's Law وإحنا نرى معإحنا الجو من خالص وإيهاatos يا فؤاد دي همها الجاوة ولا الفرن ولا الضباب .. أنا صحيلاة مع المصرة و wolves اتنين وثلاثة والشغلان اياها بتاعتها اللي بتغالها دي شغلانة ايا معلم التجارة يعني في القمح وفي الدقيق وفي الشغل بتاعنا يعني ما انا عارف يا معلم ان ايه ما يهماش مكسب الفرن بس انت عارفها دي المعلمة كايداهم فاكرا نفسها ملكة الحتة ينفع بقى فرن المعلمة كايداهم على سنه ورمه يجي حد كده وهي زهبته في السوق ما تأخذنيش يا معلم انا حاسة كده ان شغلي معاكم هيعملكم مشاكل انتو في غنة انا وبعدين معاك بقى صافيا الكلام ده بقى نقعد نعيد وننكرر وتاني انا كده بقى ازعل منك عموما يا معلم اللي يحضر العفريت لازم يعرف يصرفه وبعون الله محدش هيحل المشكلة دي غير يقال وبعدين انا شايفة ان احنا في الفرن الفرنجي مش متأثرين بالمشكلة دي احنا شغلينا كله بدي يقزيره مش اللي متدع اسمع بقى صافيا انت خلاص بقيت مننا وعلينا المفروض نقولك اسرارنا واسرار الشغلانة بتاعتنا دي اللي هي اي يا معلم شوف يا بنت الناس الفرن الفرنجي بيشتغل بالديل الزيرو احنا بقى بنخلطه بالديل المدعم بتاع الفرن البلدي طب وايه يعني يا معلم كل اللي فرن بتعمل كده وإلا لو بقوا حاجة اللي فرنجي تقطعين الحاجة هتبقى غالية على الناس ومحدش هيشتري وأنا قبل الماجي هنا كنت باشتغل في فرن تاني كانوا بيعملوا كده برضو وحتى في البلد عندنا كانوا بيعملوا كده وعشان كده بقى يديه المدعم ده لو اتمنع الافرنة فرنجي دي كله يتخرب بيتها ما تخافش يا معلم المحلت لكش المشكلة دي مبقاش انا صافي معقولة معقولة صرف له عشرين شكارة بعد ما كان رجل بياخد خمسين طب ازاي ألا 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 جرا يا مفيد بيه انا برضو اللي هقولك ازاي تنتبهوا المفهومية مش بيقولوا يعني الكمية حسب السكان الكتر يعني ولا ايه ايو ايو قصدك يعني الكثافة السكانية دي بقى تابع الموقع الجغرافي لكن ما تنسيش انه كنتوا الاثنين في حتة واحدة جرا يا مفيد بيه حتة واحدة اه لكن فرنهم ازاي فرني انا بسم الله ما شاء الله فرن المعلمة كايداهم قدوا تلت اربع مرات يعني المفروض ده اخد بدل الحصة تلت اربع حصص ياه انت كمان عاوز تزويدي حصتك ألا كلك مفهومية بقى مفيد بيه بقولك ايه من الاخر كده نوس تقرنب كويس اشرب العصير اشرب ما اشربش ليه ده نصي ارنب جينيه انتح جينيه اشرب انت بقى العصير عشان تروق دمك تبدور يا جماعة براحة شوية كل واحد هياخد الحصة بتاعته براحة عليه فرن المعلمة كايداهم سبعمية واربعين شكارة مخزن اربعة طوش كرانداسة طوش كرانداسة فضر الله رجالة فرن المعلم عدوي مية واربعين شكارة مخزن اتنين الله 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 ليه كده احنا عسيتنا تلتمية وخمسين شكارة في الأسبوع والله ده التوزيع الجديد بقى حبيبي ليه ان شاء الله اللي جارها في الدنيا يا انا عشان الحصة تخس كده حاصل اعادة تقييم في المنطقة حسب الكثافة السكانية يا اخوة يا سلام طب ما فرن المعلمة كايداهم في نفس المنطقة ومع ذلك زودتوه اقول لك ايه فرن المعلمة كايداهم اكبر من الفرن بتاعكم وتقارير مراعب التوين بيقول ان استهلاكه ضيع في استهلاككم كمان وما فيش داع بقى اللماضة وفي كلامك كثير عالصبح لا دي كده تبقى كوسة بقى كوسة؟ احترم نفسك يا مواطن بقولك ايه خليك دقيق في كلامك وبلاش صحيتك تبقى رض علي يا حبيبي لحسا ناس حد منك الترخيص واعفال لك الفرن لا حول علاقات الا بالله لا حول علاقات الا بالله يا خلاص الظلم باعين عينك كده وعالملأ حاسبي الله ونعمل وكيل حاسبي الله ونعمل وكيل فيكم طب واللي يخليك تجيب مداخرها هيا الارض تعمل له ايه؟ ازاي يا انا صافي؟ اللي اسمعك ايداهم دي بتلعب في حصص العيش واللي بيساعدها واحد بيشتغل في وزارة التموين اسمه مفيد انما ايه كرش واسع وطبعا هي مزبطة اول باولة فالمفيد ده بقى احنا لازم نحطه في جبنا انت ايه اللي عرفت بالكلام ده يا صافي؟ مش مهم يا معلم المهم اني متأكدة من الكلام ده ولازم لازم نزبط الاسم المفيد ده ايوة بس احنا هنوصل له ازاي؟ وحتى لو وصلنا له ما اكيد كايداهم رسيقة الليلة ومحذرها مننا لا يمكن هيبقى لتعامل معانا وهي دي برضو هتفوتني ما هو مش احنا اللي هنروح له ومال مين؟ انت يا معلم مش عندك واحد صاحبك الروح بالروح عنده فرن في الجمالية اه المعلم باداوي ده يا رجل حبيب هو المعلم باداوي ده اللي حيروح لمفيد وحيعرف يلغي صح بصة مفيد بيه من غير لف ورا دوران انت عارف المنطقة عندي استهلاكة جديد وانا الحصة اللي باخدها مخساعة معايا واجاي علي باخسارة اخسارة؟ اخسارة يا معلم انا قدامي تقرير مرأب المنطقة بتاعك اوه بيقول الحصة اللي انت بتاخدها بتتناسب تماما مع استلاك الفرن يا بيل مرأب يقول زي ما هو عايز انا بحكي لك على اللي حاصل عندي في الفرن وانت عارف ان انا ممكن اشتلي بالسوق السودة وازود استهلاكي بس انا قلت يعني اللي حاشتليه الحكومة اولى بيه ويا ناس يا فول الخل الكل قلت ايه يا مفيد بيه فيهمتك فيهمتك يا معلم طلباتك يا سمح الله طلبات ايه اللي انت ايه اللي على حاجة اللي مفيد بيه ده سمولي على مقامك عشم يعني مش طالب انت ساعدتك اللي تومر بيه موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة